نجح وباء كورونا فيما فشلت فيه الولايات المتحدة اجتاز متحور أوميكرون منطقة منزوعة السلاح معروفة بـ DMZ Demilitarized Zone مخترقا أسوار كوريا الشمالية إضافة إلى ترسنتها الصاروخية النووية مجبرا زعيمها لا على الاختفاء هذه المرة بل على العكس على الاحتماء خلفه ليس صاروخا بل كمامة السلطات راوية أعلنت حالة طوارئ خطيرة أعلنت حالة طوارئ خطيرة وقررت الانتقال إلى نظام أقصى درجات الوقاية الوبائية الطارئة بعدما ثبتت إصابة مرضى عانوا من الحمى بأوميكرون وأشرف كيم يونغ أون الذي ظهر على التلفزيون الرسمي واضعا كمامة لأول مرة كما نشاهد على اجتماع طارئ للمكتب السياسي من أجل مناقشة تفشي الفيروس دعيا مدن البلاد ومقاطعاتها إلى فرض إجراءات حجر صارمة لكن في دول مثل كوريا الشمالية لا شيء شفاف غير القوة العسكرية لم يتم تحديد الإصابات المكتشفة ما يعني ربما أن الحالة الوحيدة المعلنة قد تكون حالتين أو ربما مليون مبالغة نحن ما زلنا في كوريا وليس كوريا الشمالية تحديدا وليس في أمريكا الأستاذ في جامعة يوها في سيول ليف أريك إزلي يعزز فرضية عدم شفافية هذه الأرقام ويقول أن إقرار بيونج يونج عالنا بوجود إصابات بأميكرون يشير إلى أن الوضع الصحي العام خطير ويضيف متوقعا أن تنضي بيونج يونج على الأرجح أن تنضي بفرض تدابير إغلاق رغم أن إخفاق استراتيجية صفر إصابات بكوفيد التي تتبعها الصين ويتفق ذلك مع منظمة صحة العالمية بشأن عدم فاعلية هذا النهج في مواجهة المتحور أميكرون كوريا الشمالية تأخذ هذا الأمر على محمل الجد بالنظر إلى حقيقة أن هناك العديد من الأحداث المهمة في كوريا الشمالية في أبريل لذلك كان من الممكن أن يكون الفيروس منتشر بالفعل أو قد ينتشر أكثر أين الخطورة في بلاد تغلق الأبواب على نفسها منذ عقود اختراق الفيروس لكوريا الشمالية خطير جدا لأسباب بديهية ما هي؟ تركز الدول الاستبدادية يطاهر على القوات العسكرية وتهمل ما عادها ما يعني ذلك؟ البنى التحتية الصحية الكوريا الشمالية متقادمة ومن المؤكد أنها ستواجه صعوبة في التعامل مع أي تفشي واسع للفيروس نقطة ثانية أضيفها راوية لا تقل خطورة يعتقد أن سكان البلاد وعددهم 24 مليون لم يتلقوا اللقاحات للتذكير رفضت كوريا الشمالية عروض تلقي لقاحات من منظمة الصحة العالمية وحتى من الصين وروسيا ماذا فعلت كوريا الشمالية؟ واصلت إطلاق الصواريخ والسبب بسيط لا علاقة للفيروس بالتسليح هذا منطق بيونجونج على الأقل اتخذت كوريا الشمالية خطوات سريعة لتطوير الأسلحة النووية واختبرت الأسلحة للسراتيجية منذ يناير الماضي سواء كانت مقصودة أم لا فإنها بحاجة إلى السيطرة على الإيقاع حيث تم الكشف عن حالات مؤكدة لأوميكرون ترجمة نانسي قنقر